المشكلة جوه العياط اتاوى فرض حماية مفيش غياب مفيش امن باي شكل من الاشكال فقررن هم يعني يعيدوا مشاهد ولو انها مشاهد تخلوا من من نبل فتوات رواية نجيب محفوظ مفيش ولا اسم ولا زابط ولا اي تواجد لحاجة اسمها دولة في العياط فالناس ما سكتوش الناس فاض بيهم بسبب تدخلات البلطجية ومحاولة فرض السطوة فحصلت مشكلة لانه النهاردة الاهالي ثاروا عملوا ثورة داخل العياط على البلطجية زي ما قلت لحضراتكم هو انه من لحظة حرق الاسم بالغاية النهاردة مفيش اسم ومفيش زباط مفيش اي نوع من الامن ايه اللي حصل اللي حصل انه فيه تلاتة دفعوا حياتهم بسبب هذا الموقف وفيه خمستاشر واحد تانين وصيبوا معظمهم باصابات بالغة تم تحطيم 18 محل الاشتباكات دي وفقا لمعلوماتنا كانت شغالة لغاية لما قبل ما نقابل حضراتكم من فترة قليلة استخدم فيها كل حاجة